هذه امرأة تسأل تقول هل يجوز لها أن تجري عمليات جراحية تجميلية في وجهها حتى لا يتزوج زوجها عليها سبحان الله أولا لا ضرر ولا ضرار أما سمعتم أما سمعتن أما سمع الناس الأضرار المترتبة على هذه العمليات أضرار كثيرة ربما تحصص رطانات ربما تفشل ربما تخرج المرأة أقبح من ذي قبل هذا تغيير خلق الله من الشيطان نعم عمليات تدمير لو كانت لحادث أو شيء واحد حصل لحادث انكسر الفك ولا حصل لشيء ممكن يخيط ممكن هذا لا بأس أما كل ما طلع موديل فعله هذا لا يجوز في تغيير خلق الله والشيطان أقسم بأنه سيأمر بني آدم لتغيير خلق الله قال ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله فعلى المسلم أن يتق الله ولا يطع الشيطان ذلك ثم بحجة حتى لا يتزوج الزوج هذا خطأ يعني إيش لو أن فعلت العملية هذه ثم تزوج يعني إذا راد الزوج تتزوج ما راح ترده والله شكل جديد خلاص يريد مرأة أخرى فأنت والله حسني أخلاقك ودع الله عز وجل أن يتمي معيك بفضله وإذا شاء الله وقدر أن يتزوج ما يرده شيء هذا كتابة الله عز وجل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فلا تعبثي بوجهك ولا بجسمك بهاي العمليات أكثرها أشياء تجارية والأسف أن السؤال يأتي لمن لصاحب العمليات نفسها أو المركز يضر؟ يقول لا ما يضر يقول يضر راح يخسر أصلا هو قائم من الشغلة على أن يضحك على الناس طبيعي راح يقول لا ما يضر أمر عادي وهذا كلها فيتامينات ونفخ وسوي يعني بالعكس الآن ثبت يعني مما لا شك فيه أن فيه ضرر وضرر كبير وسبحان الله قبيح أيضا لكن هكذا الشيطان يزيل الناس أعمالهم فيظنوا أنه إذا نفخوا فعلوا كذا أنه والله تحسن تشكالهم بالعكس تسوء أشكالهم لكن يقضع المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن إذا فتن الإنسان تكست مواجه عنده فيرى القبيح حسن كما لو تتعرى المرأة عارية تترك ما أكرمها الله يا بني آدم خذوا زنتك عند كل مسجد يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواءاتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير يذكر الله من نت على ابن آدم أنه رزقهم اللباس هم يتعرون ويرون أن الزمال في التعري هذا من الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون فعلى المرأة تتق الله عز وجل ولا تتبع الهوى ولا تطيع الشيطان في تغيير خلق الله والله يحفظنا وإياكم من كل حرام